احنا اخذنا مرة الماضية الضرب القياسي المتجهين وصلنا ان حاصل ضرب القياسي المتجهين كمية قياسية هناخد اليوم ان شاء الله ضرب القياسي المتجهين عملنا متجه A مسلنا تمسير رياضي ال A بيساوي AXI بلاس AYJ بلاس AZK وال B تساوي BXI بلاس BYJ بلاس BZK لما ضربناهم ضرب قياسي A.B طبعا ضربناهم عدنا عضول AXBX وقلنا كتبناها المرة الماضية ان ال A.I.B ساوي واحد والJ.J بساوي واحد والK.K بساوي واحد لكن غير كده زيرو يعني ال A.J بساوي سفر A.K بساوي زيرو J.K بساوي زيرو بالتالي الناتج عندنا خالص ناتج ال A.B هيساوي AXBX زايد AYBY زايد AZBZ يعني كمية قياسية هناخد الآن الضرب الاتجاه ضرب الاتجاه لفكتور بروداكت يعرف الضرب الاتجاهي بالكروس بروداكت وتكون نتيجة ضرب القياسي طبعا احنا ضرب القياسي كانت كمية قياسية لكن ضرب نتيجة ضرب الاتجاه لمتجاهين كمية متجاه كما بالشكل الشكل بيقول ايه أنا عندي متجه A المتجه A ده المتجه A بشكل ده وده متجه B ضربناهم ضرب الاتجاهي مع بعض طبعا بينهم زاوية ولتكن مثلا سيت ضربناهم ضربه مع بعض يدينا أولا في يدينا حاصل ضرب الاتجاهي كمية متجهة أو متجهة ثالث عمودي على ال A هو ال B هذا ال A هو ال B هذا العمودي عليهم شوف كده ده عمودي على المستوى اللي بيشمل ال A وال B ال A N هي متجه هي وحدة المتجهة المتعامدة على السطح المحدد بالمتجهين كما هو وضح بالرسم والتي يحدد اتجاها اتجاهها بقاتلية دولهمنا يعني أنا عندي ال A N أو ممكن نكتبها لو كان ال A كروس B متجه ثالث C يبقى في هذه الحالة متجه الوحدة لل C بالشكل ده قد نقاب كده ده متجه وحدة ده عبارة عن هو واحدة المتجه المتعامدة على مين؟ على المستوى المحدد بالمتجهين A و B والمعادلة A كانت A ضد B لو قلنا لو عايزين نتذكر ضرب القياسي ضرب القياسي كان شكله ازاي؟ شكله ازاي كده؟ A ضد B تسوي A B ساين S كوزاين كوزاين سيتا الساين ده الضرب المتجه يبقى A B A B كوزاين سيتا ده ضرب القياس طب الضرب المتجه اهو ادي معادلات الضرب المتجه ال A كروس B تسوي A B ساين سيتا مضروف ال A N وال A N عبارة عن متجه الوحدة للمتجه السالس العمودي على كل من ال A هو ال B او عمودي على المستوى اللي بيحوي او محدد بالمتجهين A هو B الضرب اتجاهه انا عندي A هو متجه الوحدة في تجاه X الج متجه الوحدة في تجاه Y والK متجه الوحدة في تجاه Z ال A كروس I بكام بصفر كتناك في I بواحد لكن العكس العكس هنا وال G بكام وال ج بكام بواحد او متجه الثالث K وال آي بكام ماين س ج الج ض ج بصفر لب G كام I طيب الجي دوت اي بكام عكسة هنا اي دوت اي اي كروس اي اسف بسفر هنا اي كروس جي بكي متجه التالت العمودي على كل منين الاي والجي العمودي على كل من الاكس والواي متجه الوحدة العمودي على كل من متجه الوحدة المين لزد اهو اللي هو الكي لكن لو عكسناها قلنا قلنا اي كروس. تدي ماينس جي والاي كروس كي. تمام؟ طبعا ليه? لأن احنا بنبدأ لزاويه كده. شايفين كده? اهو اهو كده. فالزاوية دي اكتر من 90. تمام? نفسي بتاعتها بالسالب. يبا. اه جي. جي كروس اه اي كروس كي بماينس جي. طب و الجي كروس جي بسفر. طب و الجي كروس اي كي. الجي كروس كي اهي. بكم? بالمتجه الثالث يساوي متجه الواحدة. المين للمتجه الثالث العمودي على مين على الواي والزد والجي كروس آي بساو مينس كي وبالنسبة لكي نفس الكلام والأي كروس بي تساوي اي الاي كروس بي تساوي اي واي بي زد مينس اي زد بي واي وحنعرف جهة ازاي عشان مش هنجد ان نحفظها لان دي محدد محددة محددة لو احنا رجعنا لها تمام ممكن نعملها كده عشان بس الناس تتذكرها دي جات ازاي اهو نعملها كالاتي محددة كده اهو يبقى الاي كروس بي تساوي ناخد نكتب الاي جي كي وهنا اي اكس اي واي ازد وهنا بي اكس بي واي دي عبارة عن مصفوف ناخد الاي الاول يبقى ناخد نعمل العمود الاول كده والصف الاول نعمله ناخد الاي نضرب دوله ببعض اي واي بي زد اهي اي واي بي زد مينس اي زد بي واي اي زد بي واي اهي وبعدين ناخد طبعا هنا بلاس هنا ماينس هنا بلاس حنقول ماينس جي يبقى دي عبارة عن اكتبه ثاني كده اي واي بي زد مينس اي زد بي واي مضروف مين مضروف اي ماينس جي لما ناخد المينس جي هيبقى فاضل معانا الاي اكس طبعا العمود اللي في الجي حنهمله واستفل اللي في الجي حنهمله يبقى فاضل معاي اي اكس بي زد اي اكس بي زد مينس دافدة بي اكس اي زد بي اكس بلاس جي العمود اللي في الجي بلاس اسف كي العمود اللي في الكي بنهمله يبقى فاضل معاي اي اكس بي واي اي اكس ماينس اي واي بي اكس هنا طبعا هو خد واخد دي بالزايد ليه لان عكس زوله شوف كده دي اي اكس بي زد لكن هو بادئ بمين بادئ بالاي زد بي اكس يبقى نفسها هي نفس المعادلة بس هنا يخلها ببشارة موجب الضربي الاتجاه من خصاص الضربي الاتجاه ايه اولا اكروس ايه تساوي اسف طبعا دي بي معللش اكروس بي بساوي ماينس بي كروس ايه لان الايه كروس بي تساوي مقدار الايه في مقدار البي في مين في ساين الزاوية بينهما في متجه الوحدة للمتجه التات العمودي على كل من الايه والبي لما ناخد هنا ادي الايه مثلا ادي الايه ومثلا ده البي طيب لما نعكسها تبقى بي بي ايه بي كروس ايه يبقى ادي البي هناخد كلا شوف الزاوية هنبقى كبيرة جدا هتوبقى الزاوية اكتر من 90 يبقى تديني اشارة سالبة اشارة ايه اشارة سالب. دي ايه خاصية التبديل. خاصية تنويبا توزيع ايه كروس بي مضروب في بي بلس سي بساوي ايه كروس بي بلس ايه كروس سي دي ايه خاصية لو ضربنا نقم ده رقم حقيقي مضروب في الاي كروس بي ممكن يبقى في الهزي الحالة اضربه في واحد فيهم بل B في ال E أهو والناس يضربوا في ال B أو ال E مضربوا في هذا الرقم الحقيقي رقم يقيم كمية قياسية 3 أو 4 أو 1 أو أيضا أو ال E كرس B مضربوا في الكمية القياسية ال I dot J ال I كرس I بيسوي G كرس J بيسوي K كرس K بيسوي 0 وال I كرس J بيسوي K وال G كرس K وال G كرس K بيسوي Ai وال K كرس I بيسوي G وهكذا دي المسوفة اللي قلنا عليه. دي المسوفة مهمة جدا المسوفة. اهي. ازاي احنا نوجد الاي كروس بي عن طريق المسوفة. هناخد مثال. المنتجة اي قيمته عشر وحدات. والمنتجة بي قيمته ست وحدات. اوجد حاصل ضرب القياسي واتجاه الحل. الضرب القياسي حد مين? هيوضع الصورة الاتية. الاي ضد بي بسو اي بي كوزاين سيت. طبعا هنا ايه? هنا موجودن الزاوية بينهم ستين. لازم بفلما ازاي بينهما ستين. يوب الاول. المنتجة ايه خيمته عشر اهي. والمتجة B خيمة ستة. في كوزاين الزاوية بينهما لستين. تديني كام? المحاصلة. تديني تلاتة تديني تلاتين واحدة. طب و الاي كروس بي. ضربه اتجاهي. الاي كروس بي? اي بي ساين. اهي. ستين في عشرة. في ساين ستين. تديني هذه القيمة. اتنين هو البي. تمرين اثبت لأي متجه. الاكروس اي بسو اي تربية. والاكروس اي بسو زيرو. تمام? لأي متجه. شكرا لكم.